موسيقى 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 الصيد بلش أو على الأبواب وطبعا كل السيادة حابين أن يكونوا عم يمارسوا هيويتهم المفضلة ولكن هل هذه الهوية عم تمارس بشكل صحيح وعم تبقى عم بتحافظ على البيئة يعني حتى السيادة وأكتر شيء السيادة بهمهم أنه يكونوا عم نحافظوا على الطبيعة يداروا كمان يقدروا يمارسوا هيويتهم اليوم معنا سيد أدونيس ألا خطيب أهلا وسهلا فيك رئيس مركز الشر الأوسط للصيد المستدام رئيس تحرير مجلة صيد ومدير ملف الصيد المستدام بجمعية حماية الطبيعة بلبنان أهلا وسهلا فيك وشكرا أن نعرف ذلك معنا الصيد بلبنان يعني فيه فوضى مثل ما كل شيء بلبنان فيه فوضى ولكن السياد فعلا يلي عنده أخلاقيات الصيد بدون ما نخبره شيء وبدون ما يعرف شيء هو عارف وحاسس أمتى لازم يتصيدوا أمتى لا وشو هي الطريد وشو هو الطيري اللي رح تخبرنا عنه نهلا والأشياء يلي عم تجربوا توعوا عليها خبرنا أنتو كجمعية كيف عم تقدروا تنقشوا هالموضوع مع الصياد أول شيء أنا بدي هني الصيادين بعد عشرين سنة من المنع الجائر صار في عندهم موسم صيد بين فتحها السنة يعني لا شك أنه ظلم الصياد على مدى طويل لأنه المنع عمل شريحة من الأواصين نحن نميز بين الصياد والأواص مثل ما تفضلت حضرتك الصياد صديق الطبيعة بيحمي الطبيعة بيعرف أمتى لازم يتصيد هلا لا شك أنه بعدم التوهي ما بيعرفوا الطرائد ولا بيعرفوا الطيور الأنون هو بيحدد كل شيء فالأنون صدر بيميز بين الطريدي والطير اللي الطريدي هي الجيمبرد يعني اللي بيتصيده وفي مننا أعداد بيكون منيحة وما بتهدد التوازن البيئي بينما الطير هو ممنوع صيده نحن كمركز شرق أوسط للصيد المستدام أول شيء نحن كمجلة صيد بشاركتنا مع جميلة حماية الطبيعة أنشأنا مركز شرق أوسط للصيد المستدام اللي هو اللغة السليمة اللي بتحكي فيها مع الصياد المسؤول من ضمن حملية التوعية فعملنا جلسة اسمنا جلسة طلو الصياد هي جلسة تبادل الخبرات لأنه ما فينا نقول البيئي بيفهم أكتر من الصياد ولا الصياد بيفهم أكتر من البيئي كلهم بحاجة لبعضهم فكان جلسة حوار وتبادل الخبرات كرمال يصير يعني فيه لينك يتنظم موضوع الصيد باللبنان لأنه بعضه جديد حلدا نكون فهمين على بعضنا صح بلا حوار ما فيك تفهمين على بعضنا طبام رح نشوف بعض الصور كمان عن نشاطاتكم على الأرض يلي شملت الجميع نساء ورجالا توعية وتثقيف بكل الأماكن وبكل الإطارات يعني كمان ضروري أنه الشاب والصابية من عمر صغير يكونوا فهمين شو يعني طبيعة وأدي أهمية هالموضوع وأهمية كل شيء بالطبيعة لها التوازن خبرنا شو صور عن السلامة لأنه الصياد بالدرجة الأولى هو بيحمل السلاح والسلاح شي خطير فأفضل شغلة تبلش فيها التوعية هي موضوع يحافظ على سلامة وسلامة الآخرين الإشاة التانية بتجي مرحلة تانية فمجموعات صيادة عملنا صور وعملنا أكيد من جلسة هالو الصيادة موضوع كيف نحمل البرودي مشان نحافظ على سلامتنا كمان عم نشوف بعض لما يكونوا أشخاص موجودين وراء بعضهم لما يكونوا ثلاثة ماشين حق بعضهم ومنعرف كثير من الحوادث يعني عم تصير بهال طبعا للأسف في حوادث كثير ما بيعلن عنه بس لأنه علاقتنا مع للأسف في لبنان علاقتنا مع سلاح مثل علاقة الموبايل والسيارة هو مش لازم هيك مفروض يكون فيه مسئولية أكتر تجاه الموضوع هذا موضوع من المواضيع اللي برهت هو في مواضيع كتير تانية كمان وأنا بدي أعرف الإجازة الصيد كيف بيخده يعني الشخص على أي أساس؟ نعم بالأنون الجديد هلأ صار فيه الحمد لله وصلنا أنه يصير فيه امتحان للصيد مرة لكل واحد بيصير 18 سنة مرة بيناعمل امتحان صار فيه بوليس التأمين للصيد بيقدم وأول شي بيعمل امتحان بأندي ترمية وقبلها بيكون درس بكتاب دليل الصياد اللي هو معلومات مبدئية الصياد عادة بيعرف أكتر منها بكتير هي فانا اعتبرها الأبجادية الأولى إذا بديك بيقدم امتحان بأندي ترمية على موضوع السلامة وموضوع الأنون والطرائد وبيرجع بيقدم وراءه للدولة وبيحصل على رخصة صيد بيكون باروته مرخصة والصيد طب أقوله مرخص يعني بس فيه تحضير يعني لهال طبعا فيه تحضير حاصة بعمر صغير طبعا فيه تحضير عمر صغير يعني نحن بتاع في اللبنان يبلش من عمر بيقولك 14 و15 لا الأنون الصيد بيقول عمره 18 سنة نحن عملنا شيء لنوعي لهذا الموضوع مع مدارس وجمعيات لازم يعرف عن الطيور ويعرف عن السلامة لأنه كمان بضر حاله فيه كمان السيدات النساء والصبايا طبعا هود الأول شيء عندهم دور بهالموضوع طبعا هي صراحة كمركز شرق أوسط نحن فكرنا باستراتيجية أنه تكون فعالة على الأرض المرأة هيا الحقيقة عندها مسئولية أكتر تجاه موضوع البيئة واتجاه كل أمور العلاقة بالتربية فلما تتدرب المرأة هي بتأثر على محيطها من الرجال بتأثر على أولادها وبتعطي نتيجة فعملنا دورة أوسن الشاب لهم عملنا دورة أوف رود دورة تصوير بري دورة ريمية بالخرد الأناصة بي سي بي ولفتت هالشيء وبيّن صراحة معنى أنه النساء بالريمية شاطرين أكتر مش هينين أبدا على كل حال هون التوعية والتثقيف كمان شغلة كتير مهمة وأولوية ضرورية خاصة للأمهات يعني كمان يعني منيح أنه يكون في حديث بالبيت عن هالموضوع بطريقة علمية طبعا لأنه الأملة ما تكون بتعريف فيها تفيد أولادها أكتر الباية مرات أنه خود هايدي جيب بارودي وروح تصيد ما عاد فيه مثل أول واحد يقول علمني باية وعلمني جدي طبيعة الحياة تغيرت صار واحد أشغاله كتيري ما في علم ابنه صار يتعلم ابنه من أي حدا وهذا خطأ مشان هيك كمركز شرق أوسط للصيد المستدام نحن خلال أسبوع الله راد رح نفتح أول مركز لتدريب على الصيد للولاد الصغار وللأكبار بريد يتعلم مشان يفوت على الهواية هي هواية خطرة وهواية مهمة جدا نرجع لموضوع التسقيف بين الطريدة وبين الطير نحن نشوف بعد شوي صور الآن نشوفها صور الصبايا صبايا صبايا بين الطريدة وبين الطير كيف يميز الصياد وبأي طريقة وهل حسب الموسم بتختلف الطريدة بتعرفي بالصيد طبعا أول شي بديوا يعرف الموسم إنه هذا الموسم شو بيجي الصياد بيعرف الطريدة وبفرق بين الطريدة والطير من الصوت من اللون من الحجم من طريقة الطيران تبعيته فكمان بهذا الإطار نحن عملنا صوفتور جديد هلأ اسمه مسابقة شيخ الصيادة قريبا كمان رح نبلش بالمحافظات وحيكون في جوائز يعرف الصياد هوا دي الإشي بتقطع الدامة على الشاشة بدي يقول هيدا الطير شو ومن الخبريات تبعيته لأنه في طيور أو طرائد إلى خبريات حلوة يعني مثل الكايخة بيزرع شجر للزاب الكوكو الأنسة بتبيد بيعش غير العش طبعه ما عنداش عشي بتبيد بتكب البيض لبرة بيجي العصور التانية يعني منصير نحط الخبر ليعرف هو الطير فهذه السقافة كتير ضرورية ومهمة بالطبيعة وبصير فيها عاليها يعني واضحة لأنه شغلة بتعرفها صح لما تصير تعرف الشغلة ما بتصيرها عادئية الإنسان عدو ما يجهل نعم عم نشوف صور رائع الورور نعم هذا الورور هذا الترغال كان على إحدى الطرائد إن شاء الله هذه السنة لأنه مهدد وضعه بس يمكن يرجع الحسون هذا طير مقيم عندنا ومحبب جدا منو طريدي الدلم طريدي الزرزور منو طريدي سمنة الصخر منو طريدي يعني هاو دي اللي بيكون فيه السمنة العادية طبعا طريدة صيد ومحببة عند الصياد السنونه أكيد منو طريدي لأسف بيأوصوه هو بيأكل برغش قد حجمه يوميا يعني الله خالقه لنضف لك الطبيعة من البرغش بعض الناس بيأوصوه السلونج هيدا كمان صورة القبل سلونج طريدي صياد السمك الأزرق منو طريدي نعم وأكيد كل البواشق والعقبان وانسورة منو طرائد منو طرائد لا طبعا هيدا إلى وظيفة بيئية وهيدا صراحة عيب أن الصياد يرفع برودته على طير بيحلق قدامه على علوم منخفض مثل ما نقول وبيفيد بيأكل الجردين والفيران والحياية بيقتله ويكبه البواشق والطيور الكبير واضحة ولكن الطيور الصغير قدر أميزها الصياد حتى عن بعيد يعني عين الصياد عين محترفة هلأ في ناس ما بيميزه للأسف يعني بتشوفي بعد على الفيسبوك يمكن بتتابعوا أنه واحد بيأوص طير بيفلشوه يقول له هذا شو طب ما بتعرفوا شو لاش أوص كيف أوص الصياد الحقيقة ما بيرتكب هذه خلينا نقول حمقات لأنه صراحة حمقات يعني في الألفاز بتعطب على الأواصين خلينا نقول أنه لو بيع لا يريش بأوصه أنه هذا دي تعلق بالصيد نحن منشوفها غير هك ما بيحترم بيه ما بيحترم الطبيعة طب هون في يعني خبراء مجموعة خبراء بيشتغلوا على هالموضوع وبيقولوا أنه اليوم هالطير ممكن يكون طريدي وهالطير ممكن لا طبعا المجل الأعلى للصيد البري اللي هو أنشأته وزارة البيئة موجود كل الناس اللي إلا علاقة بالصيد ممثلة فيه وفيه خبراء هني بيدرسوا الواقع وهيك الأشك أنه الصيادين عندهم مآخذ نحنا كلنا عندنا مآخذ على موضوع لأحد الطرائد بس بدنا نبلش من مطرح لأنه كمان بحاجة الصياد يقدم باللهجة المرتبة بالطريقة العلمية معلوماته ما فينا نعمل الحوار على الفيسبوك بينه وبين الوزارة أنه لش هذا الطريدي لا ولش هذا الطير ما بيصير هيك فنحنا كمان عم نجهز مؤتمر لهذا الموضوع لنرفع للوزارة وجهة نظر الصيادين علميا شو والوزارة بترد عليك علميا شو هذا الحوار بيكون حوار راقي ليس لسي تطالع عبالي لا ليس لسي تطالع عبالي لا أكيد ليس لسي تطالع عبالي طبعا الطيور المهاجرة الخاصة البجع والرهو بتروح على بلدان تانية وإلى علاقة تراثية وقصص عندهم نحن بيقوصوها بيكبوها يعني اعتداء يعني لا الدين بيقبل هذا الاعتداء على الطير ولا الأنون ولا الأخلاق نحن للأسف يعني أنه أوصوا وكبوا فهي محمية بمعاهدات دولية وكمان مؤخرا رئيس جمهورية حكي بهذا الموضوع أنه حمائي يصير عندنا معاهدة سلام بيننا وبين الطيور نسمح للطيور تمر تصير معبر آمن نحن عملنا بهذا الإطار كمان بالربيع خاصة معرض صيد العدسي صيد الربيع صيد العدسي أنه الصياد بالربيع ما بيقوص لأنه موثم تكاسر فبيتصياد بالعدسي وعملنا معرض بقرية بدر حسون ترسي وكل سنة سيكون لدينا معرض الله راد ما بعض بنفس المحل أو بغير محل بس بهذا الإطار للتوعية كنا عم نشوفه سنجح نشوف خريطة خريطة لبنين والمناطق يلي ممكن الصيد فيها نعم هي هذه خريطة علمية تشرح وين موجودة طريدي هذه عملتها جميع حماية الطبيعة بالشراكة مع جامعة البلمانت بأي مناطق بأي مناطق موجودة لأنه أنت ما فيك يترتجلي أفكارك وآرائك تكون على دراسات علمية ففي دراسات وهذه دراسات تتطور يعني هلأ موجود وين موجود الخنزير البري موجود يمكن بعدين يقل بمطارح يكتر بمطارح هذا مشروع دائم دائما بتزيد داك طبعا نعم كل طريدي وين موجود كل نوع طريدي معروف حسب الموسم أو حسب الوقت وين توجودها بالمبدأ وين توجودها بالمبدأ نعم وهيك لما بيتوجه السيادة على منطقة معينة بيكون عم ينبش على طريدي معينة يعني هكي في أهيان السيليكسيون صح بيعرف بالظبط نحن بإطار نحن اشتغلنا على تنظيم الصيد وهو الأهم أنه مناطق صيد مسؤول لأنه وين بدنا نتصيد ما فيك تصيد طريقة عشوائية هذا بعزز دور البلديات يعني البلدية بتقدر تعمل منطقة صيد مسؤول عندها بيجاة تمويل لتحسين بتعملي بيصير في منامي يعني بتنشط السياحة البيئية وسياحة الصيد عندها فهي بتقدر تعمل كنترول بتلاقي وظائف جديدة لناس أنه ما عندهم شغل يكونوا قايد يكونوا مرأبين للصيد وهلأ صار عندنا تقريبا 18 حمى باللبنان عم نشتغل عليها وهلأ عندنا كمان ثلاث مناطق الله رد قريبا منعلن عنهم هن مناطق صيد مسؤول نعم مناطق صيد مسؤول يعني شو من برائب البلديات لأنه أنت قوة الأمن الله يعطيهم العافي والجيش يعني بعد كل الأوضاع الأمنية شو بدوا يرائب لي رائب طريدي وطير المزبوط البلدية بتعرف شو عندها الصيادين الموجودين بيعرفوا شو عندهم مقاوس فهي البلدية بتعمل كنترول وهلأ صاروا يعرفوا البلديات الحمد لله يعني أنه سياحة الصيد بتجيب لهم مصاري بتعمل سياحة بإيئة عندهم أنه بالأول كان واحد يقوص شو مكان وين مكان هلأ صار البلدية ينتبهوا لهذه السياحة وأنها بتجيب مدخول يعني من هي إذا فعلا الصيد هو نوع من الرياضة فطبعا لازم يكون الأوانينا لا يقدر أصلا الصياد يستلز فيها أخلاق رياضية بالأول أخلاق رياضية تقدر يكون فعلا أصلا عم ينبسط فيها وإلا بتصير ماشي يعني فوضى ومقلة طعمة ومع الوقت ما بيعود إلى أهميتها نتابع هالموضوع بعد الوقت بيتوب سورز عم نحكي عن الصيد في لبنين الأوانين اللي يجب أن تحترم أخلاقيات الصيد قدية مهمة للتوازن البيئي ولتبقى هوية الصيد فعلا هي رياضة نقدر نضل نرسع على فترة طويلة أهلا وسلا فيك مرشيدي سيد أدونيس فإذا بس خلينا نشوف أنه حاليا شو هو الوضع في لبنين بالرغم من التوعية بالرغم من الأوانين بالرغم من أنه فيه صار انفتاح وبطل فيه منع للصيد جائر مع هذا وكله بعدنا بحاجر أكثر من التوعية نعم نعم الشيء المؤشر الحلو أنه فيه تقديم على رخص كتير من قبل الصيادين رغم أنه الوزارة ما عم بتلحق لأنه ما حدا عارف أنه نحن عمنا ستمائة ألف صياد في لبنين يعني شو بيك تلحق إلا تلحقه هلا أكيد نحن نقدر وضع الصيادين بس بدنا نطول بالنا لأنه التنظيم بس يبلش ما يبلش كامل يعني خطوات متعسرة عندك الموضوع اللي هو الواقع هلأ للأسف بعد عم يجينا فيديوهات عن الناس بعد عم تتصياد أعداد كبيرة وتتحدى الدولة على صفحات الفيسبوك نحن ما فينا نعمل إلا أنه نوعي ونكتب بينما الدولة تقوم بواجبة هؤلاء الناس نحن صار في عنا مدائعة عن بيئة مفروض الدولة تحمل مسؤوليتها وخاصة هلأ لأنه كل الصيادين مراهنين على أنه الدولة تحمل مسؤوليتها كرمال تكتمل التنظيم بس هؤلاء الناس للأسف يعني أنا يعني منجرب ندوس الوضع النفسي إلهم شو أنه عم يتمرجل على طير ما عنده تكافؤ ما معه سلاح ليكون عم بتقوصوا بطريقة فيها خداع بكميات كبيرة شو عم بتجرب تقول يعني عم تثبت حالك إنك شو يعني رغم إنه شي ضرر بس بيبين لك نوعية الناس هذه صراحة مرات تتعب لتشوفي نوعية الناس بس بلحظة من تصرف تتعبين أي نوعية من الناس هنا قم نشوف قم نحكي عن التوعية كمان ضمن الحملة هيدا لا لا يعني لقلو لا 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 دايما لا مدير اسم التوعية نصيف فريم هو اللي بيعملنا إياه هون دايما هيدا مثلا الطيور المهاجرة الممنوع صيدا أنه هلأ صرت فرجينا أخلاقك هلأ هلأ تحدي مضادة لا تحدي لأخلاق الصياد صح لا الصورة ولا العدد بيعمل منك صياد الفجعاني مش حلوة لأنه فعلا شو بيكون عم يعمل الفجعاني الصياد منه فجعان صراحة لأنه غير نفسي كليا في عنا مثلا هيدا الصورة نعم اشتغل عليها نحن هيدا الأيقونات تابعونا فيها نعتبر أنه الأواس والصياد بتلاقي الصياد مع كلب وتلاقي الأواس شبك وراء ولقى حسون بإيده هون قصة الضبع يعني كمان بيقوص الضبع وبفكر حاله أنه عم يعمل شيء مع الضبع زبال الطبيعة نحن يعني من هون من عندكم بدي وجه طلب وتمني لوزارة الداخلية خصوصا أنه القانون طلع ووزارة البيئة قامت باللي عليها خلي وزارة الداخلية تبلش تطبق ونحن معها كمان لنساعدها موضوع صياد الشبك اللي هو بيشكل أكتر خطر على الطير بالبرودي أداية بيكتقوصي الكميات اللي عم بتصير بالصيد على البحر وبمناطق البقاع الشبك هي اللي عم تعمل ضرر للطبيعة والصيادين بيقولوا تجي بتطالبونا إلنا والشبك ناس إنه مغطيين سياسيا نتمنى من كل المراجع السياسية والمراجع الدينية بالبلد يعيروا هذا الموضوع شوية اهتمام مشان الصياد يرتاح ومشان البيئة تبعيتنا تتوازن بتصيد صيد غير صيد جائر يعني اللي بيروح الشخص لا يتصيد لنقول أربع خمس طرائد بنهار أو عشر أو عشرين بتلاقي على الشبك ألف وألفين بالليلة وصيد الليل يعني بيضو شجر وبيقود نسميه نحن صياد البيجاما يعني قاعد عم يتصيد على شجرة بالليل بسكر مال يأكل يعني بطلت روحية الصيد يعطيكم ألف عافية سيد أدنيس الخطيف فإزان رئيس مركز الشر الأوسط للصيد المسادم رئيس مجالة صيد ومدير ملاف الصيد المسادم بجمعية حماية الطبيعة بلبنين أتمنى أكيد على كل السيادة أن يكونوا عم يميرسو هالرياضة بمسؤولية أهلا وسهلا فيك شكرا إليك ويأتيك ألف عافية وقفها لأم نرجع متابعة لك